في إطار الحديث عن حماس كما تعلمون عملية عسكرية قامت بها إسرائيل واستهدفت قيادات في الحرص الثوري في دمشي الموضوع ليس هذا عندهم من هذه المدة هم يستهدفوا في حتى حديث اليوم راهم حاولوا يستهدفوا ما كان يعتقد أنه لحسن نصر راهم يقتلوا في جماعة حزب الله ويقتلوا في القيادين تعالحرص الثوري كل من عنده صورة مع قاسم سليماني راه يخرج خبر مقتله وتطلع الصورة نتاعه مع قاسم سليمان على ما يبدو أنه هناك اتفاق تحت الطاولة لتفكيك منظومة قاسم سليماني الذي تم تصفيته في بغداد بعدما غادر بيروت وكان في لقاء مع حسن نصر الله وطبعا المعلومة خرجت من المقربين منه للتخلص منه في إطار صراعات داخل النظام الإيراني حول ما بعد خاميناه المهم ليس هذا الموضوع الموضوع الآخر أن حماس تصدر بيان كل ما يموت واحد من هؤلاء المجرمين تصدر حماس بيان والبيان هذا تعتبرهم شهداء وتحدثنا عن لي ما تقبل وهذا من اللي تم استهدافهم خليني نشوف لكم بيان حماس اللي دارته حول هذه العملية حماس أنت دولة مجرد تنظيم يا ناس أغلق فمك كل حاجة لازم تخوضوا فيها يعني تحتقروا دماء الناس يعني السوريين خليني نقرأكم البيان وبعد نعلق على هذا الأمر انت حماس شوفوا البيان هذا اللي اصدر عن حماس تصريح صحفي ندين في حركة المقاومة الإسلامية حماسية حركة المقاولة الإيرانية خلاص ما عادت حركة المقاومة الفلسطينية بشدة العدوان الصهيوني الذي استهدف صباح اليوم مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإسلامية على وزن الإسلامية الأخرى في العاصمة السورية دمشق ونعده جريم نكراء وانتهاكا لسيادة دولة عربية ويؤكد مجددا على خطورة هذا الكيان النازي على أمن واستقرار منطقتنا يغزد نترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في الغارة الصهيونية على دمشق ونؤكد بأن سلوك الاحتلال وإرهابي لن يثني أمتنا وقوى المقاومة عن الاستمرار في دعم صمود شعبنا الفلسطيني حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس هذا بيان حماس حول عناصر من الحرس الثوري ماذا كانوا يفعلون في دمشق يا ناسي؟ كانوا في دمشق منذ بدأت الثورة وهم في دمشق يقتلوا في السوريين يقتلوا في الشعب السوري قتلوا أكثر من مليون سوري هجروا وجرحوا وأخفوا الملايين يعني أكثر من عشر مليون سوري يراهم لاجئين ونازحين في العالم يعني هذه حركة حماس التي تبدعي أنها تدافع عن الشعوب ها هي حولت لك أهلك ومجرمين وإرهابيين من الحرس الثوري حولتهم إلى شهداء غريبة وعجيبة أولا أنت حركة عندك مشكلة في بلدك كل ما يموت واحد إيراني إلا وتخرجوا ببيان فارغين شغل هتموا ببغزة اللي ورطوها في حرب بشعة أنتم من ورط أهل غزة في هذه الحرب أنتم الذين غامرتم بهذه الحرب في إطار هدف استراتيجي خارج القضية الفلسطينية نعم والهدف الأول والأساس من هذه الخطوة التي قامت بها حماس بإعاز من الحرس الثوري الإيراني هو إنهاء محاولات ومخطة سعودي لحل الدولتين وظهر اليوم وزير الخارجية السعودي قالت ما فيش تطبيع مع إسرائيل إلا إيجاد حل دائم في إطار دولة فلسطينية بصفة نهائية يعني أنه سعودية كانت تفاوض أمريكا من أجل حل الدولتين من أجل دولة للشعب الفلسطيني وبعد ذلك يأتي التطبيع في إطار المبادرة العربية إيران حركتهم حتى لا يكون للسعودية والدول العربية أي دور في المسألة وتبقى حكر على قطر والمحور هذا الإيراني وشوية تركية رغم أن تركية في هذه الأزمة راهي الله يكون في عون الأطراك مع ما يعانونه من أزمات اقتصادية وأمور أخرى مختلفة وتحديات أمنية كثيرة لهذه البلاد إذن يا جماعة يا جماعة ماذا يعني هذا يعني راهي حماس تسر إصرار وتلح إلحاحا وتلح إصرارا وتسر إلحاحا على أنها حركة مقاولة إيرانية لا فرق ما بين الجهات وحماس والحوثي وحزب الله والحشد والزينبيين والفاطميين وكل التنظيمات التابعة لإيران لا فرق بينها جميعا ولذلك أنا الآن في نظري أن حماس ما تقوم به مثل ما قام حزب الله والغيره والميليشيات الأخرى اللي قتلت لأن الشعب الفلسطيني في غزة راههم بين مطرقة المحتل والسنداني المختل التابع لإيران هذه هي الحقيقة للأسف الشديد لذلك إخواني الكرام أن هذه الخطوة مدانة بكل المقاييس يعني أنت كيف توري وجهك للشعب الفلسطيني السوري والشعب الفلسطيني اللي قتلتهم الميليشيات الإيرانية في مخيم اليارموك بالآلاف اغتصبوا النساء يعني أنتم ما يهمكم تهمكم مصالح الحية وهنية والحمدان والبردان والشردان والقردان وهذه هما اللي يهمكم فقط هذما هما يهموكم مصالحكم والآن ما عاد شيء يهم حماس سوى نهاية هذه الحرب والحفاظ على سلطة حماس على غزي بأي طريقة كانت ولا أستبعد بأن هناك صفقة التخلص من العروري بعد ذلك قالوا هو المهندس وذن أستبعد بعد أيام يعلنون مقتل السنوار وأيضا يحملونه المسئولية وبذلك يظهر كل الأشخاص الذين سيتم التخلص منهم داخل غزة أو خارجها على أساس أنهم هم الذين رتبوا هذه العملية وتبرئ التهنية والأغناصر الآخرين من هذا وبذلك تبرئت حماس كتنظيم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سلطتها في قطاع غزة هذا يعني تحدي سافل وسافر لمشاعر خاصة السوريين أنت تجي إلى مجموعة من الإرهابيين ماذا يفعل هؤلاء من الحرس الثوري في دمشق ماذا يفعلون يقاتلون من ما تجي تقول يراهم هناك من أجل تحضير لدعم المقاومة أو أنهم على طريق القدس كما قال ذلك الحمدان ذلك الغبي اللي موجود عند الحرس الثوري وفيلق القدس وحزبالة قال راه على طريق استشهد على طريق القدس حتى هذا ما على طريق القدس يذبحوا في الشعب السوري بش يصلون لك بأياد التنظيمات هذه التنظيمات تستحق أن تصنف الإرهاب وينتهي أمرها خلاص حماس الآن بلوى على الشعب الفلسطيني بلوى بمعنى الكلمة وإذا لم يتم التخلص من هذه القيادات المتأيرنة التي تجلس في حضن خامناك وتتغطى بعمامته وتتدثر بقبعته وما إلى ذلك فأعتقد بأن بلاوي أخرى ستأتي على الفلسطينيين أكثر من السابع من أكتوبر الحماس في ظل هذه القيادة القيادة الإيرانية وأصبحت وبال على الشعب الفلسطيني للأسف الشديد وإذا لم يتم تدارك الكثير من الأمور أو يجب محاسبة هؤلاء فالدم الذي سال في غزة يتحمله القاتل الإسرائيلي وأيضا القاتل الحمساوي الإيراني الذي كان وراء هذا المخطط والذي دفع ثمنه أطفال ونساء وتدمرت البلاد بالصورة التي ذكرناها وإن لم تتم مراجعة الأوراق فابشروا بمن يفقأ الأحداق مستقبلا في محن ومحارق أخرى يندلها الجبيل واذكروا كلام جيد ترجمة نانسي قنقر